بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناة الإحسان منبسى كينيا ونحن اليوم نتشرف باستضافة العلامة كمال عبدالله عمر باهرموس عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد في الجمهورية اليمنية والنائب الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية في حضر موت الساحل مرحبا بك شيخنا الحبيب حفظكم الله وبرك الله فيكم مرحبا بكم في قناة الإحسان ماذا تريد أن تقول لمشاهدي قناة الإحسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن في قناة الإحسان ندعو إلى الإحسان بكل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحذ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته والله عز وجل يقول وقول للناس حسنا فالإحسان من صفات أهل الإيمان ومن صفات ديننا للإسلام ونقول للمشاهدي هذه القناة المباركة عليكم بمتابعة برامجها الهادفة وبرامجها المتنوعة التي تنير العقول وتصف الأذهان وتربط الإنسان بطاعة ربه عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم فهي قناة إن شاء الله مباركة وقد عرفنا الكثير عنها خلال تجولنا في ساحاتها في هذا اليوم المبارك وفي هذه الزيارة المباركة فشدوا من عزمكم وحرصوا على متابعة برامجها الهادفة وبرامجها المتنوعة ففيها إن شاء الله أن نفعل كثير لكم دنيا وآخرة بارك الله فيك سيدنا نريد أن نستفيد من هذه الدخائخ المحدودة ونتكلم عن المنهج التعليمي أو التعليم كنصيحة في دولنا الأفريقية هنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما فجاء ليعلمنا ما أنه الأمي الذي علم المتعلمين فهنا في أفريقيا نحن عندنا مشائق قدامة وجدد وما زالوا يعني يطورون المنهج التعليمي فمر علينا مثلا الأستاذ محمد بن شريف سعيد البيض ووضع لنا منهج تعليمي سماه نهج الغناء الإسلامية فمعظم المدارس هنا يتبعون هذا النهج فماذا تنصح القائمين على التعليم وأمور الدعوة هنا في القارة السوداء كما تقولون أولا قضية التعليم هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم حنيئا لمعلمي الناس الخير حنيئا لمن يرشدون الناس إلى طاعة الله عز وجل وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة القائم على التسير للتعسير والتبشير للتنفير والموازنة بين الترغيب والترهيد نحن بأمس الحاجة ليس فقط في القارة الإفريقية بل في كل العالم إلى اتباع المنهج النبوي الأبوي المسند وفي فضل الله عز وجل المنهج الذي وضعه شيخنا الإمام الراحل الحبيب السيد الفاضل الأستاذ محمد بن سعيد بن عبدالله البيض قد اطلعت على شيء منها وقد سلمت لي نسخة من هذا المنهج وقزى الله تعالى القائمين على الغنى وعلى جميع المدارس خيرا هو منهج جميل ومبسط ومفيد جدا نتمنى من إخوامنا في هذه البلد المباركة وفي كل مكان في العالم أن يستفيدوا منه لأن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهج واضح قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على فصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويقول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حتى قال الكثير من العلماء ليس هناك شيء يدخن السرور على قلب الحبيب الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من نشر منهجه بين الناس فهذا المنهج الذي وضعه السيد محمد وهناك مناهج أخرى كلها مدام هي مرتبطة بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدعو إلى المحبة وإلى الألفة وإلى اجتماع الكلمة وإلى توحيد الصف فنعض عليها بالنواجد ونتمسك بهذه المناهج المباركة ونبتعد عن الغلوب والإفراط والتفريض فالغلوب مرفوض في دين الإسلام والإفراط مرفوض والتفريض مرفوض والمنهج الوسطي الوسطية الشرعية كما يسميها سيدنا وشيخنا الإمام الراحل الحبيب أبو بكر العدني المشهور رحمه الله تعالى الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي وليس الوسطية الوضعية لأن هناك من يدعون أنهم على منهج الوسطية وهم يخالفون المنهج الوسطي لكن الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي والمدرسة الأبوية النبوية التي تحط على جمع الكلمة وتوحيد الصف لأن المدارس في العالم إما مدرسة أبوية نبوية محمدية تحط على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتأليف القلوب وعلى منهج إحياء منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة من أجل صحح إباداتنا على وفق ما أراد الله عز وجل وأراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدرسة أنوية إبليسية شيطانية أنا 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 أفضل أنا خير هذه العيادة بالله علامتها أنها تثير الفتن في الأمة والمحارشة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فهذه المناهج التي ذكرتموها تدعو إلى المحبة وإلى الألفة وإلى جمع الكلمة وإلى تصحيح العبادة وهي مناهج مباركة نتمنى من الإخوان الذين بالذاتة الذين ليس لديهم مناهج متكامل أن يستفيدوا منها ونتقارب إن شاء الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل ولا تعاونوا على الإذن والعدوان السؤال التالي ما هي الوسائل التي يمكننا استخدامها لتطوير مثل هذه المناهج التعليمية مرات هنا الإخوة يحترزون ويقولون لا نريد أن نغير أي شيء في منهجنا ولا كلمة ولا نقطة فماذا تنصح مع تطور العالم والإعلام هل تنصحنا إلى أن نلجأ لمثل هذه التواصل أو الوسائل سؤال وجيه جدا وجميل جدا وهذا ليس فقط في القرى الإفريقية أو في هذه البلدة ولكن في كل مكان كثير من الناس يتحرجون ويخافون يقولون أننا لن نغير يمكن أن نغير المدد هذا ليس تغيير هذا يسمى تجديد فرق بين التغيير التغيير هو إلغاء المناهج القديمة واستبدالها بمناهج حديثة ليس على نفس النمط ولا على نفس النمط هذا خطأ نحن عندنا يقول شيء اسمه إيجاد تقديد الوسائل مع محافظة على الأصول على الأصالة والمعاصرة فالأصالة الموجودة والمعاصرة مطلوبة مطلوب أن نعاصر الوقت الذي نعيشه سيد الحبيب أبو بكر المشهور رحمه الله تعالى هذا المفكر الإسلامي الكبير الذي فقدته الأمة في قبل تقريبا ما يقارب من 35 يوم أو قرامة 40 يوما رحمه الله تعالى هذا الإمام كان يقول من معاني قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث أي فجدد فيقول ينبغي لنا أن نجدد الوسائل حتى في قضية الأناشيب قال عندنا في اليمن في عدن وفي غيرها في التابعة للتربية الإسلامية يقول ينبغي لنا أن نجعل الشباب ينشدون الأناشيب بطريقة عصرية لا بس أن نستخدموا الوسائل الجديدة النمط القديم يبقى وتبقى أصوله ويبقى له رواده ولكن أيضا هناك شباب مثلا يحبون أرحان معينة في الغناء موجودة في الغناء منتشرة فيقول ممكن نحن نجعل الأناشيب على نفس هذا الصوت على نفس هذا النمط فبدلا من أن يستمع الشباب والشابات إلى كلمات مؤذية أو كلمات مقززة أو كلمات مفسدة يستمعون إلى كلمات ربانية كلمات إيمانية فهذا تجديد نوع من التجديد فالتجديد مطلوب سواء كان في المناهج إذا كانت الآن عندنا المنظومات التي وضعها مثلا شيخنا وضع منظومات في كل حيوة المشور رحمه الله تعالى في كل مناسبات سواء كانت تسملوها المناسبات الأساسية أو القياسية الأساسية يعني مثل هجرة مثل الإسراء والمعراج هذه هي الأساسية والقياسية ما ينقاس عليها مثلا من مولود جاء الإنسان أو مثلا دخول البيت وضع له منظومة العقيقة منظومة استقبال الحجاج منظومة كل فرح كل شيء فيه سروق منظومة حتى الحواليات حولها من كتب هذا نوع من التجديد هذا نوع من التجديد حولها من كتب منثورة إلى منظومات منظومة الحبيب فلان ترقمة حياة فلان فلان فهذا نوع من جميلة نعم تقصد استخدام الوسائل الحديثة يقول هذا يعني أسهل على شباب العصر وعلى جيل العصر في الاستماع وفي تعدد الأصوات والنغمات الموجودة في تطوير هذا العمل إذن حضرتك تنصح بتجديد والبقاء على الأصل لا شك يعني ليس الإلغاء ولا التبديل الكامل وإلا التطوير كيف نطور مثل من الآن نحن في استوديو كان السابق ولا يوجد عنده استوديو لا يوجد تصوير مثل هذا الآن ولا يوجد هناك يعني إذاعات ولا يوجد ولا يوجد هذه كل وسائل فالأصل موجود ودين الله موجود كتاب الله موجود سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود المنهج الفقهي الشرعي الشافعي مثلا ونحن على مذهب إمام الشافعي في هذه البلدة موجود وغيرنا على مذهب آخر كل صاحب مذهب على مذهبه لا نقصي أحدا ولا نلغي مذهبا ولا شيء بل الكل يبقى على مذهبه ولكن هناك تجديد في الطريقة فقط في الأسلوب فقط في تسهيل العبارات بعض العبارات معقدة للأئمة السابقين بعضها لا يمكن مثلا في بعض الحواشي لا يمكن أن يفهمها طالب العلم خاصة المتوسط لا يفهمها إلا المنتهي فهذه العبارات لو صيغت بصياغة مبسطة تتناسب معها تجيل العصر لا بأس بذلك وكل ذلك مما حفى عليه الإسلام وأما بنعمة ربك نحن هنا في كينيا قلة مسلمة فهل تنصح بتوحيد المنهج منهج موحد لمدارسنا يعني ما رأيك في هذا الموضوع؟ ما هي قبل ست سنوات أنا زرت كينيا وتكلمنا مع كثير من المشايح قلنا بذلك المدارس الأصلية القديمة التي جاءت إلى هذه البلد قبل مئات السنين وليست حادثة نعم هذه المدارس التي لها أصالة ولها معاصرة ولها وجود يعني جذور ونشرت الإسلام في كثير من مناطق إفريقيا سواء في كينيا أو في وغذة أو في فنزانيا أو في غيرها من الدول المجاورة هذه المناهج وضعت يعني قبل مئات السنين وأثمرت فالتي إن كانت المناهج إن كانت المناهج على المنهج النبوي الأبوي كما ذكرنا تدعو إلى الألفة وإلى المحبة وإلى توحيد الكلمة وتوحيد الصف وإلى جمع الكلمة فلا بأس أننا نحث بل وقد تكلمنا قبل ست سنوات مع المشايخ اجتمعنا معهم معهم مع مجموعة المشايخ هنا في هذه البلدة وقلنا لهم لابد أنتم يا أهل الحق أن توحدوا مناهجكم وأن تكون مناهجكم موحدة قدر المستطاع من أجل إذا خرج الطالب من أي مكان لا يجد في مشكلة يمكن يواصل حتى في المدرسة الأخرى وكل واحد مننا يكمل الآخر ليس هناك تنافس نحن نكمل بعضنا بعضا ليس هناك مثلا أنا مدرستي أفضل من المدرسة الأخرى كل واحد يقول أنا وأنا وأنا نحن نقول أنوية مرفوضة في الإسلام وهي منهج الشيطان بل نحن نقول وتعاونوا وتعاونوا عن البر والتقوى كيف أنا أكمل الآخر فتوحيد المناهج نحن معه بشط أن تكون على المنهج الصحيح السليم وليس فيها لا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا تكفير ولا تبديع ولا تضليل ولا تشريف للأمة بل تدعو إلى منهج محبة وسلام ورحمة وهكذا ننتشر الإسلام بالسلام منهج السلام إن كانوا على هذا منهج فيا حب ذا كلنا بأمس الحاجة أن نوحد هذه المناهج إن كانت مناهج منفرة تدعو إلى الغلظة وشدة فهذه لا هذه لا ينوز التعاون معها أو الانزماج معها لأنه نفسه يحصل انفصال في الشخصية واختلاف في الرؤى وتباين في الآراء وهذا ليس من الإسلام بشيء بل كما قال الله عز وجل وجاديرهم بالنتي يحسن ويقول سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة هي الإصابة في القول والفعل والموعظة الحسنة الموعظة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلام النبي حسن صلى الله عليه وسلم نصيحة للآباء والأمهات أن يزودوا أبناءهم بالعلم الشرعي لأنك إذا ذهبت إلى مدارسنا تجد المتعلمين يأتون من أماكن بعيدة ومن أماكن شتى فالمتواجدين في تلك البلدة مثلا لا قل ما يدفعون أولادهم إلى تلك المدرسة بل يفضلون المدارس الحكومية والمدارس العامة فماذا تنصحهم؟ صحيح أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول الأباء والأمهات مسؤولون عن تربية أبنائهم مسؤولون عن أخلاق أبنائهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولدا أفضل من خلق الحسن لا يمكن أن يتعلم الطالب الخلق الحسن إلا في مدارس أهل العلم الصحيحة النورانية لا يمكن أن يتربى الطالب تربية صحيحة سليمة إلا إذا درسه في مدارس شرعية لذلك الاكتفاء من المدارس الحكومية هذا خطأ لا بأس أن يأخذ الإنسان نصيبه من العلم الحكومي أو العلم الأكاديمي أو العلم النظري أو العلم الدنيوي لكن لا ينسى الإنسان نصيبه الأصلي من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعطيكم تجربة عندنا في اليمن شيخنا الحبيب أبو بكر محمد رحمه الله تعالى عندما جاء بعد عياد فترة طويلة من اليمن عاد إلى اليمن من الحجاز وأسس أربطة هذه الأربطة الدينية كان مهمتها الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الحكومية ينتمون إلى هذه الأربطة يسكنون عندنا في الرباط وأنا كنت ببداية التسعينات مع سيد الحبيب رحمه الله تعالى مشرفا على رباط الإمام العيد الروس في عام 96 و 97 كنت مشرفا ومدرسا في رباط العيد الروس فكان الحبيب أبو بكر وشهور يقول نريد طلاب الجامعات يأتون إلينا فأهلا وسهلا وفتح الأبواق في الأربطة في أربطة التربية الإسلامية في حضر الموت وفي أدن وفي أبيان وفي كثير من مناطقنا هذه مهمتها قال نريد أن تؤدي الدور المتكامل مع الجامعات الحكومية فهنا يدرسون في الحكومية العلوم الدنيوية أو علوم يسميها علوم الخدمات من أجل يخرج بعد ذلك يتوظف يحصل على شهادة يحصل على يعني وظيفة هذه من أجل هذا وظيفة وشهادة لكن العلم النبوي الأبوي هنا في الأربطة فجمعوا بين الدنيا والدين جمعوا بين العلم الأكاديمي والعلم الشرعي وهذه نفتة كريمة نتمنى لو يستطيع أصحاب المدارس الموجودة هنا مثلا أن يطبقونها والله يعني كثير من الشباب الضائع سيرتبطون الآن كثير من الطلاب يذهبون من دون صلاة فجر إلى المدارس لا يصلون لكن لو كان في رباط لا يصلون يذهبون بدون أذكار لا يرتزمون ألا بالأذكار محبة الله عز وجل ضعفت في رفوسهم محبة الرسول محبة العلم محبة أهل الخير إلا من رحم الله هذه لن تجدها إلا في المدارس الشرعية الأموية النبوية في أماكن وهذه مسؤولية كل أب وكل أم سيسأل عنها أمام الله عز وجل قال تعالى وقفوه إنهم مسؤولون إنهم مسؤولون فالسؤال سيكون صعب والسؤال سيكون قصير ولذلك حتى ورد في الحديث أن يؤتى يوم القيامة برجل توزن حسناته وسيئاته فإذا بالحسنات أقل من السيئات حسناته أكثر من السيئات فيؤمر به إلى الجنة بينما هو في الطريق إلى الجنة يتعلق برقباته أناس ويقول يا رب انصف لنا من هذا الظالم انتقل لنا من هذا الظالم فينظر من الذي يمنعه من الدخول الجنة فينظر فإذا أولاده وبناته وزوجته وأخواته وإخوانه ظالم أنا ظالم يقول لهم كيف ظالم ألم آتي لكم بالطعام؟ بالشراب؟ باللباس؟ قالوا بلأ لكن يا رب ما كان أن يعلمنا أمور ديننا ما يقول هذا حلال؟ هذا حرام؟ فأنتم أيها الأباء مسؤولون أمام الله عز وجل عليكم أن تأتوا بأولادكم إلى أماكن التعليم الشرعي مع التعليم الأكاديمي مع التعليم الدنيوي مع التعليم الموجود في المدارس العامة لابد أن يتعلم الطالب في العلوم الشرعية قضية أن الأغلب من يأتي من الآفاق يأتون من مناطق أخرى وأهل البلد يعني محرومون أو الكثير منهم محرومون هذه صحيح ظاهرة للأسف منتشرة في كثير من المناطق ليس فقط هنا وهذه من الأشياء المنتشرة وهي خطأ خطأ جدا يعني خطأ مرعب على الآباء وعلى الأمهات أن يغلسوا حب الله وحب الرسول وحب العلم من الصغر والعلم في الصغر كالنقشة الحجرة والإمام الشافعي يقول في أبياته مشهورة أو يرمى عن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجاء الناس من جهة التنسيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواه وإن يكن لهم في أصلهم نسبا يفاخرون به فطينوا الماء ما الفخر إلا لأهل العلم أي علم هذا؟ العلم الذي يورث الخشي من الله والخوف من الله وخارفوني إن كنتم أؤمنين إنما يخشى الله من عباده العلماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى الدلاء وفضل كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون بأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أحياء إذن المشكلة الكبيرة أن لا يتعلم المسلمون وأن لا يوجهوا أولادهم إلى المدارس الإسلامية المعظم يعني يتجهون إلى المدارس الحكومية تعلم الفيزياء والسائس وهذه الأشياء لكنهم يهملون أمور دينهم حتى إنك تجد الشاب المسلم أو الشاب المسلمة لا يستطيع حتى قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة وهذا شيء محزن حتى عدو الإسلام يعيروننا في هذا الأمر يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم إذا كان ذنب المسلمين لا يأتون بأولادهم إلى المدارس فهذا ذنبهم ونصيحتك إن شاء الله مسموعة كلمة أخيرة ونصيحة لكل المسلمين وشيء آخر أريد أن أذكره يعني بعض الآباء عندهم أولاد أكثر من ولد لكنهم ليس لديهم أموال حتى يعلمون أولادهم نصيحة بسيطة لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمال أن يسخروها بعض الشيء لمثل هؤلاء نعم بارك الله فيكم قضية الآباء ومهمة تعليم الأبناء واجبة وهي في رقابهم ونحن أمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والأحاديث كثيرة جدا جدا وكذلك الآية القرآنية لتبين فضل العلم وأهل العلم والآباء أمام الله مسؤولون أنا أقول لكل أب ولكل أم يا من تريد بعد وفاتك من يدعو لك من أبنائك تريد دعوة صالحة تريد ما شاء الله إهداء ثواب إلى روحك قرآن أو ذكر عليك أن تربي ولدك في أماكن التعليم الأبوي النبوي ستجد إن شاء الله تعالى نفعه في الدنيا والبرزق والآخرة ودعوة للتجار أيها التجار اعلموا أن المال إنما هو وسيلة والله عز وجل استخلفكم على هذا المال وقال كل مال وبال على صاحبه كل مال وبال على صاحبه إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا أي إلا من صرفه في وجوه البر والخير والمعروف ومن أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن تنفق على طلبة العلم على طلبة العلم هذا الإنساء يتخرج شهر عالم ونفع الله به في صحيفة حسناته من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقذ ذلك من أجره شيئا أيها التجار ساعدوا طلبة العلم الفقراء المساكين الذين لا يستطيعون أن يتعلموا ساعدوهم امنحوهم أعطوهم مما أعطاكم الله عز وجل حتى يبارك الله لكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن نجعلنا من الذين يستمعون القول في أن تبعه ونحسنه ونشكر لقناة الإحسان هذه الدعوة المباركة ولكم أخيانا الكريم حفظكم الله وبرك الله فيكم على هذا الحوار المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا شاهدا لنا لا علينا وأن نجعل فيه النفع إن شاء الله تعالى لكل من شاهد ولكل من سمع ولكل من استمع وأن نجعلنا دعاة خير في حيث ما كنا وحيث ما وجدنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الصحب والعين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم سيدنا بارك الله فيكم رب ننفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاقهنا وفاقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ترجمة نانسي قنقر